طيب نهاردة تركيا ظهر بشكل يمكن صعب جدا هتقدر تلمي نفسها في الفترة اللي جاية هنشوف طيب اردولي التصنيف كده عشان انا اتكلمت على الموضوع ده كتير جدا ومحدش واخد باله او محد السائل لان التصنيف ده هنيجي في يوم من الايام ان شاء الله يعني نوصل له لان انت لو خدت اول المجموعة هتوصل له ساعتها بقى تفكر تلاعب مين هتبقى محسومة ادي التصنيف سنغال تونس نيجيريا الجزائر المغرب دول الخامسة الاوائل في وقت ما بعد تصفات كاس العالم ان شاء الله بس نوصل للمرحلة دي باذن الله ان شاء الله نوصل للمرحلة دي باذن الله هيبقى فيه خمس منتخبات تانيين وعلى فكرة دول الاقرب يعني لما تبص للمجموعات ورؤوس المجموعات هم دول الاقرب ان هم يصعدوا انا بقول لكم على مسئوليتي دول الاقرب ان هم يصعدوا من المجموعات ممكن تلاقي كونهو بدل كود فور يعني ممكن تلاقي هكده ايه منتخب او مش منتخبين كمان ممكن تلاقي منتخب واحد بس اللي مفاجأة مثلا في كل العشر منتخبات دي يعني بص بقى من 11 مين بوركينا فاسو الكنغو كافيردي جنوب افراقيا غني ممكن تلاقي بقولك منتخب واحد ارجع له نبي حسن لان فيه مجموعات تظلم يعني فيه مجموعة الكاميرو نوكو ديفور وملاوي ومزنبيك فيه مجموعة واحدة يعني الكاميرو نوكو ديفور واحدة فيه مطير دي ممكن حد يخش مكانه غانا وجنوب افراقيا فيه مجموعة واحدة منه مطير هو ده التغيير غير كده مفيش يعني غير كده مفيش ارجع لي كده بالتصنيف عندك مجموعات كاس العالم لو عندك جهزة دهالي لو عندنا مجموعات كاس العالم جاهزة الموضوع ده خطير جدا وانا تكلمتي فيه كتير بصراحة واكلم فيه كتير لان ده منتخب مصر انا ما تكلمش بق mooi على الاهل ولا على زمالك ده منتخب مصر وما بت Clapton بتلاقي كلام كده ايه ممكن واحد يطنش انت اهم حاجة عندك으 لأهل والزمالك ده منتخب مصر احنا كلنا بنتلم على منتخب مصر منتخب مصر بيلمنا كلنا اهلوية وزمالكوية واسمعالوية ومحلوية وبرسعادية كلنا بنتلمح وليه منتخب مصر ايه بقى ايه نعمل ايه جزائر بتكسب تونس الناس بتشتغل الناس بتشتغل الكاميرون كسبة ناجيريا الناس بتلعب اي ده السنغال تونس ناجيريا الجزائر المغرب دول هيوصلوا يعني كلمة واحدة دول هيوصلوا الجزائر عندها بوركينة فاس والنيجر والجيبوتي هتوصل تونس معها غينيا الاستوائية وموريتانيا وزنبيا هتوصل زنبيا في اوسو حالتها هتوصل طيب مصر يا رب ان شاء الله يعني ما نستهنش بالمجموعة بتاعتنا احنا معانا انجولا ومعانا الجابون ومعانا ليبيا الجابون اوباميانج وليبيا جمهورها رجع طيب غانا معا اسيوبيا وجنوب افراقيا وزنبابو غانا هتصح اهو ادي ست غانا مصر سابعة ان شاء الله طيب الكاميرون معاها كودفوار واحدة فيهم بقى هتلتش في التاني كاميرون كودفوار ايهما خلينا في الكاميرون ادي الكاميرون افضل شوي كودفوار لسه بعيد مالي معاها مين معاها كينيا ورواندا واوغاندا مالي هتوصل ايه اهو افتكروا الكلام اللي انا بقوله ده والله افتكروا و سجلوه افتكروا و سجلوه ايه تاني نقص كده مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هتلاقيك بقى الكونغو بوركينا مع الجزاء مش هتوصل الكونغو مع كوبر هتوصل لان مجموعتها مصعبة معاها بنين ومدغشكر وتنزانيا اه دي كونغو اهو انا قلتلكم العشر اهو من دلوقتي العشر اقولته لكم من دلوقتي انا يعني مش مساحر يعني بس احنا واخدين ان الكلام الحمد لله اللي بنقوله في البرنامج بيحصل بعد شهر شهرين زي ما طلعت لكم الفيديو بتاع فرجاني من 18 واحد وقابليه كهرباء من شهر اتنين طيب معلش هنطلع تقرير ونستقبل اسلام عيسى تاني تاني عندك السنغال خلاص عشان اوريكم بس ايه اللهم ايه قد بلغت اللهم فاشهد عندك السنغال عندك الجزائر ركز معاي عندك المغرب عندك تونس عندك نيجيريا ادي خمس منتخبات تخالص ياتك بقى لو سعطت اول مجموعة هتلعب منتخب من المنتخبات دي سنغال جزائر تونس نيجيريا وبعدين كابتن حسين البادري قالك ايه انا هلعب التصفيات عشان ازود تصنيف طبعا الناس دي هتلعب تصفيات وهتزود تصنيفها وماتشاطها اسهل منك يعني يعني السنغال دي هتلعب ماتشاطها وهتكسب وتوصل وماتشاطها اسهل منك الجزائر هتلعب ماتشاطها وتوصل ماتشاطها اسهل منك المغرب هتلعب ماتشاطها ماتشاطها اسهل منك تونس هتلعب يعني احنا ماشيين مع بعض بقى يعني هم دلوقتي سابقينك فانت هتلعب وهم هيلعبوا هم هيكسبوا وانت هتكسب طيب ما انت في نفس التصنيف اقرب حاجة لك نيجيريا انت صعبة توصلها نيجيريا مجموعتها سهلة كاف فيردي ليبريا وافريكيا الوسطى هتكسب الست ماتشو يبقى انت سيادتك ذاكر من دلوقتي وعمل حسابك ان انت هتلعب الجزائر ان شاء الله ما تسعب او المغرب او تونس او السنغال او نيجيريا انا بقول لك يا رب نقع مع نيجيريا بالمنظر ده بعد كده ما اطمنش ايه اللي يحصل يعني هتبقى اسحل فرق اتخيل بالنسبة لك نيجيريا نيجيريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر